نريد إسقاط النظام على وقع استمرار الثورة العراقية التي حددت أهدافها واختصرتها بإسقاط النظام والأحزاب المهيمنة عليه ومحاسبة الفاسدين وقتلة الشعب العراقي ما زلت السلطة تستخدم أساليبها المعتادة للمراوغة والمناورة مع المتظاهرين باستخدام العنف تارة وبالوعود الكاذبة تارة أخرى وفي هذا الإطار تتحدث الأوساط السياسية عن اقتراب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من اختيار أسماء وزراء جدد لحكومته لتقديمهم إلى البرلمان الأسبوع المقبل في تعديل مرتقب قد يكون الأول من حيث الحجم وذلك بالتزامن مع حراك برلماني مماثل لإقرار قالون جديد للانتخابات جرت قراءته بشكل أولي ومع عدم اقتناع الشارع بأي من الحزم والمبادرات الحكومية والبرلمانية يرى مراقبون أن التحركات الجديدة تأتي استكمالا للفشل الذريع الذي واجهته وثيقة الحل السياسي التي أعلنت عنها الكتل السياسية قبل أيام ولا أدل على ذلك من تنصر الجهات السياسية التي وقعت عليها وانسحابها منها النائب السابق رحيم الدراجي أكد أن المنظومة السياسية الحالية تسعى إلى البقاء في السلطة عبر هذه الإجراءات مشيرا إلى أن الحديث عن انتخابات مبكرة بوجود هذه الحكومة هدفه الإبقاء على ذات الوجوه مؤكدا أن الانتخابات المبكرة يجب أن تجرى بإشراف حكومة من خارج المنظومة السياسية الحالية لمنع أي تزوير وتلاعب وبموازات الوعود السياسية فإن الجانب الميداني لم يغب عن المشهد وذلك بعد عملية استبدال أمني اعتبرت مؤشرا على احتمال تقدم باتجاه ساحة التحرير فوفقا لما أكده عدد من الناشطين فإنما تسمى بقوات مكافحة الشغب انسحبت من محيط التظاهرات مع وصول قوات أخرى من وحدات التدخل السريع سيئة الصيت في تعاملها مع المتظاهرين في الجنوب العراقي خصوصا في كربلاء والبصرة ما دفع المتظاهرين لاتخاذ احتياطاتهم تحضيرا لجولة جديدة من العنف الذي اعتادت الحكومة أن تمارسه لترهيب المتظاهرين وهو ما لم ينجح في المرات السابقة ولا يبدو أنه سينجح في ظل عزيمة الثوار وإصارهم على تحقيق أهداف الثورة